نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهديك الكرام أهلا وسهلا يعني الآن الخيارات مفتوحة وحدة من هذه الخيارات هل ستستطيع الحكومة وأيضا مجلس النواب من أن يرضي الجمهور ويعيد الثقة بين وبين الجمهور من خلال طرح الإصلاحات وما يريدها الجمهور هذه تحتاج إلى نظرة حقيقية وواقعية لحد هذه الدقيقة ثقة معدومة وليس هناك أي نوع من قبول الشارع بإصلاحات الحكومة والقوانين أو التشراعات اللي قاعي سنها مجلس النواب أما الخيار الثاني الذي هو ما جسدته المرجعية أيضا وحتى الكتل السياسية التي اجتمعت في بيت السيد الحكيم أشارت إلى أن هناك أمران يجب أن يتم من خلال عادة التصويت على قانون الانتخابات وعادة التصويت أيضا على قانون فوضية العليا للانتخابات وهذا القانونين إن صحة تعديلهما بشكل يتناغم مع حاجات الجمهور بأن يكون هناك انتخابات نزيهة وحرة ويشترك فيها المستقلون أو انتخاب فردي أو ما شابه ذلك من هذه القوانين هذه ستمهد إلى انتخابات مبكرة واضح جدا أن هذه الخطوة هي ممهدة لإجراء انتخابات مبكرة ولكن الانتخابات المبكرة بالتأكيد تحتاج إلى يعني مثل ما يقولون أعضاء أو أصوات كثيرة داخل مجلس النواف 30 عضو لا يستطيع أن يفعل شيئا ولذلك نحتاج إلى عادة أو حل البرلمان نحتاج إلى يعني أنت لكن جنابك جاي يترجح على حل التقدير جنابك جاي يترجح بأنه الأجواء العامة السياسية ذاهبة باتجاه انتخابات مبكرة هكذا واضح يعني اليوم من خلال يعني الحث على يعني قانوني الانتخابات وقانون فوضية عليا يشير بوضوح على أن الخطوة القادمة إن لن ترضي الجمهور الجمهور إن لم يرضى بالصحات الحكومية ولن يرضى بالقوانين والتشريعات اللي يقوم بها مجلس النواف أو ما تقوم به الحكومة أو الكتل السياسية هذا مقلوم بهذا الحال إذا لن يرضى وتبقى الأمور عالقة بهذا الشكل فبالتأكيد يعني وضع الشارع المتوتر والمطالب المتلاهرين بالتأكيد ستدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة إن طالت المدة أو بقى المتلاهرين مصرين على تغيير يعني الوجوه السياسي أو ما شابه ذلك لذلك كان يقول هذا المسألة إعادة الانتخابات أو الدعوة لانتخابات مبكرة هي ليس بالأمر سهل أيضا قانونيا يعني حتى هم إن كل واضحين جدا التصويت على القانونين شي جيد يعني يمكن أن يرضي الجمهور يرضي الواقع السياسي والرأي العام العراقي لأن يفتح مجالات أو يستفيد من تجارب الماضي ويحسن الإداءة الانتخابي ويمهد إلى انتخابات حرة ونزيهة ولكن يعادة الانتخابات تحتاج إلى إمكانيات أكبر وتحتاج إلى قدرات أكبر أولا داخل مجلس النواب تحتاج إلى نسبة عالية أيضا بالنسبة لحل مجلس النواب يحتاج إلى أيضا دعوة بالرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبالتالي هناك تصويت داخل مجلس النواب إضافة لذلك هناك الدستور الدستور العراقي مع الأسف شديد إن لن تستطع لجنة تعديل الدستور التي تجتمع يوميا من أن تقر التعديلات الحقيقية حتى تسمح أو تعطي مجال لهذه القانونين أن يأخذ يعني مكانتهم الدستورية أعتقد أيضا ستواجه القوانين مشكلة الدستور في مساء تتعلق بكل مئة ألف واحد يجب أن يكون لها مرشح بالنسبة للأعداد بالنسبة لطريقة التصويت الدوار وهكذا من الأمور التي ثبتت يعني يعني قاعد تربط وصال عدنان قاعد تربط ما بين التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات لازم يتعدل الدستور حتى يصال قانون الانتخابات جديد حقيقي ينسجم مع تطلعات المتظاهرين مضبوط وهذا صعب للغاية بطبيعة الحال يعني نعرفه لا ما أعتقد صعب بس يحتاج لمدة ليس صعبا ولكن يحتاج إلى مدة يحتاج إلى مدة يعني عداد الدستور حسب ما في تم التلباب مفتوحة يوميا يجتمعون ويستدعون الخبراء والمستشارين والقانونين وأعتقد حتى الاستاذ مصدق أيضا شارك في لجنة وذهب إلى لجنة حسب هو يضطي رأيه هناك عمل دؤوب هذا الاتجاه ولكن متى ستنتهي وكيف سيكون متصويت لأنه تدري مسألة التصويت على الدستور وحتى إقرار يحتاج إلى استفتاء شعبي ويحتاج إلى موافقات وهناك أيضا معوق إذا ثلاث محافظات عارضت أحد المواد يمكن ما يمشي هل سيستاذ مصدق يزعر فكتر مني ولكن هناك معوقات داخل لهذه المسألة لكن هناك إصرار هناك نوع من قبول لأنه ضغط الشارع على الكتل السياسية جعلها تسرع وجعلها تهتم وتنتبه إلى هذه الحالات وتحاول أن تنجز هذا العمل الكبير الذي ظل ظل العراق ينتظر على الدورات الماضية لكن القانونين إن أقرت على استغرب أنه بعد يوميا أو يوم الخميس قالوا راح يصوتون على أحد القوانين للانتخابات على أي أساس أنا حد هذه الدقيقة معرفة الصيغة القانونية والدستورية اللي على أساسه راح يمر القانون وكيف يمكن تأجيل بعض مواد الدستور اللي تنص على بعض المواد هو تقريب